موسيقى صافي خنتي العهد والوطن صافي بعتي دينك بعتي عائلتك بعتي الوطن ديالك والتي مسيحي عباد الله انا راني ما بعد ما شريت عليا اشكا تهضروا قالوا زي ما صافي سمحت في ديني وسمحت في عائلتي وسمحت في بلادي على هات الشي والتي مسيحي وبغيت انا نبدأ من كلامهم باللي سمحت في بلادي انا عمرني ما سمحتش ولا غادي نسمح في بلادي لاني انا مغريبي وغادي نبقى ديما مغريبي معتز بانتمائي لهات البلاد الغالية والزوينة واللي ديما هي في قلبي ودايما هي في الدعاء ديالي باش الله يحفظها من الشر ومن الاشرار وتبقى ديما كتنعم بالسلام والتقدم الامام وتولي بلاد اللي كيدلليها الف حساب بين الدول الكبيرة اما بالنسبة لعائلتي فانا ما سمحتش فيهم بل هم عارفينش حالانا كنبغيهم وكنعزهم وهاد الشي ما عنده علاقة بالدين لانه مش الدين اللي غادي يعلمني كيفاش نحب الاهل ديالي واحترامهم لازم هاد المحبة تكون جاية من القلب وإلا غادي تكون مصطنعة اذا ولت فرض وغادي تفقد الحيوية والمعنى ديالها لان في هاد الحالة غادي نحب غير باش ناخد لاجر فواش ترضى ان ولدك يحتارمك ويحبك باش يدي فيك لاجر او غادي تكون فرحاني لولدك حبك تلقائيا ومن راسه حيث فعلا كي يحبك وماشي حيث كي يكمل تقس من التوقوس وربما تقول معهم ولكن انت سمحت في دينك وهد الشيء راح حاجة صعبة وغير مقبولة فدلحالة غادي تكون كاتهدر على الدين بحال volunteered كاتهدر على الله انا سمحت في الدين ولكن انا ما سمحتش في الله ومن لي كاتقول سمحت في دينك كاتقول بحال اللي الدين هو الاله وماشي الله وكيد غادي تعقب على كلامي وتقول ولكن الدين هو مرتبط بالله وفيه اشنو بغا منا واشنو كيتلب منا فإذا هدرت على الدين بحال كنا نهندر على الله لأن الله هو في الدين إيو اسمح لي أن نقول لك أنت غلطان لحقاش هما ماشي بحال بحال بالنسبة ليك الدين هو الأهم أما بالنسبة لي الله هو أهم من التقوص والأوامر والنواعي هذا الكلام صعيب باش يتفهم والاستغراب ديالك في محله لأنه فعلا كيفاش نبنيه احترامنا للله وتقديرنا له واش ماشي لما كنتبقوا الوصايا دياله ونعيشه حسب شريعته أي لما كان صليو وكان صومو وكان زكيو مزيان أننا نبنيه احترامنا للله وطاعتنا له من اللي كان صليو وكان صومو ولكن السؤال أمني ما كان صليوش ولا كان صومو أي ما بين صلاة وصلاة وما بين شهر صوم إلى الشهر صوم آخر أي الأوقات اللي الله ما فرض فيها حتى شي فرض كيفاش ممكن نبينه احترامنا له تعالى ربما عمرك ما فكرت في هذه الحقيقة وكتظن باللي يكفي أنك تكون مسلم وهذا يجعلك مقبول عنده أنا مثلا في المسيح تعلمت باللي الله هو ديما معنا لهذا ماشي المهم عندنا غير أننا نصليو إنما حتى لما نكون وكان نخدمه خدامين مشغولين في أشغالنا الله هو معنا وهكذا أنا كان قمع نفسي باش ما نفكرش تفكير ممزيانش وباش ما نقولش هدرا خايبة حيط الله معنا وكي يشوفنا وكي يسمعنا ماشي غير في الأوقات ديال الصلاة وإنما حتى في الأوقات اللي كتفصل ما بين صلاة وصلاة شوف نقول لك واحد الحاجة أنتو ما حيط كين عندكم هاد الأوقات الخاصة بالله وباقي الأوقات اللي كتهتموا بأموركم العادية لقيتوا التعبير اللي كتقوله بزافة المرات واللي هو شوية ربي وشوية العبدو احنا ما عندنا شوية ربي وشوية العبدو إما تقول لله أو تعيش لراسك ما يمكنش ندخل مع الله في مساومة ونقول لي أنا نعطيك عشرين أو ربعين أو تمانين أو حتى تسعين في المياه والباقي خليه لي لا الله بغانا نعطيه 100% أو نعطيه بتسع لهذا الله عنا ما سديناش عليه في الدين مع العلم أن ابندم ديما كيحاول يصد على الله ويحجمه في مجموعة هذه التقوص والممارسات الدينية بحجة أنه هو طالبهم مننا غادي نقول ليك ما دام كتقول باللي أنا واللي المسيحي وهكذا بعت الدين والأهل والوطن أنا غادي نقول لك فاش وليت مسيحي أشنو اللي بعت وأشنو شريت وفاش سمحت في الحقيقة أنا بعت الضلام باش نشري النور بعت الموت باش نشري الحياة أنا بعت الخطايا والدنوب باش نشري الغفران دي الله ونجم العقاب أنا بعت القلب اللي كان عندي واللي كان عامر بالكراهية والأنانية والبغضة والحسد وزيد وزيد باش ناخذ قلب جديد ما كيعرف إلا أنه يحب ويسامح أنا بعت الدين فعلا وبعت الدين باش يكون عندي الله لأن الدين غادي يجي واحد النهار ويزول لكن الله غادي بقى ديمة إلى الأبد وما دمت كان آمن باللي الله معايا ديمة وقلبي عامر بمحبته فلهذا أنا كان أقول أنا مغريبي ومسيحي وعلى شن الله اشتركوا في القناة